يبعث 4 ألاف جندي من بلاده مغربي هذا يعني أنه ملزم سعني أنه ملزم نعم نعم متبعت 4 ألاف جندي لإبادة إخواننا في غزة رغم أن فيه لأنه ملزم لأنه أمضى اتفاق أمني نعود ونعرج على كفاح إخواننا سحراويين سحراء الغربية بقيادة جبهة البوليزاريو طبعاً ضد الاحتلال المغربي ومليح نذكر الجزائريين بهذه المسألة ومليح كذلك نرد على بعض النوايا هكذا اللي في بعض أحيان يستمعون لبعض الأبواق هكذا المأجورة وكذا إلى آخره ويغلطوهم متغلطش وهذا القاعدة التي أقولها في يعني القاعدة اللي قانع بهانا أنه دولتك كيتمشي في مسألة معينة في المسائل الدبلوماسية غمض عينيك وتبع ولا تبتدع ولا تنتقد هذه القاعدة يعني في بعض الأحيان هكذا وفي بعض الأحيان ينساق وراءه وبعض المساكن اللي ربما يعني مغلطين وليح نذكره أستاذ أنه هذ هذ دولة المحتلة للسحراء الغربية إذن منتبعنا كرام بداية هذا الزنديق اللي استمعتم إليه يتحدث قبل قليل هلك يوم أمس انتقل للعالم الآخر يوم أمس روحه صعدت للسماء يوم أمس هذا اللي كان يكذب وكيفتاري وكيفبرك الأخبار وكيفبرك المعلومات وكيفتطاول على الأعراض ديال المغاربة وكيسب بالمغرب وكيشتم المغرب ومخلا ما قال و هذا يعتبر من بين أشهر الأبواق ديال نظام حضارة الجزائر اللي كتبعوه الملايين ديال البصبعيين وديال الجزائريين المصحمرين وقالسين يطبلولو وكيزمرولو في كل مرة يخرج كيسب بالمغرب ويتطاول على المغرب والصحرة الغربية وتقرير المصير والكفاح المسلح وراكم السمعة وقال لكي سيدي بي أن المغرب سيفطرب عالف جندي يقاتلون إلى جانب الجيش الإسرائيلي هذه المعلومة مفرصهم هل هو مصبح الله العظيم مش فيناها في وكالة رايتز مش فيناها في وكالة الأنباء العالمية مش فيناها في مصادر استخباراتية مش فيناها يعني في في الجهات اللي هي قريبة من الأحداث في غزة سمعناها عقل عندكم هل هو مصبح الله العظيم بغير عن حضارة الجزائر ثم اللي يفرزكم بأن المغرب بوحدكم اللي سيفط أربعالف جندي باش يقتلوا الفلسطينيين في غزة يا سبحان الله العظيم يا سبحان الله العظيم والله يمنك تمرقوا لكن المثيل السخريانة وهو كتبقى وتقدبوا تقدبوا 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 كي يأتي واحد نهار كتموتوا والموت علينا حق جميعا الموت علينا حق جميعا لكن يمسخت الولدين كيف تقدروا وجهكم أمام الله سبحانه وتعالى أمام هذا الحجم ديال الكذوب اللي كنتوا كتقدبوه وكتفبركنوا أخبار على المغرب وتطاولوا على الأعراب ديال المغاربة وعلى ديال يعني المغربيات وما تخليوا ما تقولوا من زفة الأخبار ومن قدارة الأخبار ومن دناءة الأخبار ما هو المضحك الآخر في الموضوع هذا الفيديو اللي يشفت سورة ماشي بزياب يشداروا ماشي بزياب بشياب يتكلم بهذا التصريحات الخطيرة وقالس يقول لك الصحراء الغربية تستقل وتقرير المعصير وقصنا ندعم البوليزاريو وكذا 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 المثيل السخرية هنا وهو أن هذا الإعلامي ديالنظام حضارات الجزائر نفق مات ذهب إلى الإعلام الآخر القد في نفق مات ذهب إلى الإعلام الآخر بوتفريقا أقبرا هو الآخر تشافيت في ناوة أقبرا هو الآخر هذا كعبد العزيز المراكشي في ناوة أقبرا هو الآخر كل من كان يحلم كان يحلم بأن المغرب غادي تقسم على النص النص ديالهم الآن رهما تحترام كلاهم الدود كلاهم الدود والنص لأخر هو تابعهم شوفوا الأمر تحمل شحال 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 ما يعرف بيه السابق وما سيكون هذا ولكن شحال سيكون بقي لفا الدنيا الرموز كمين شيوخ وششرف وكلهم سيبقى هناك الحقيقة للألنا الصحراء المغربية إلى أن يرئ الله الأرض ومن عليها كذبوا ما الذي يريدون عائلوا ما الذي يريدون سبوا ما الذي يريدون تطاولوا على الأعراض لأنه في نهاية المطاف المصير سيكون المصير للإعلام للصحفي بين قوسين المصير في نهاية المطاف أنكم سيتمشون تحت تراب وبأي وجه آنه سيتقابلوا الخالق لكم وأنتم محياتكم كلها كدوب كدوب وسب وشتم وكاسدور والدناء والحقارات شوفوا غلموا السوادية ووكالة الأنباء الجزائرية في نوصل بها سبوا شتم بتاريح العبارة في وكالة أنباء رسمية الدولة تمثلوا الدولة الأبواق الإعلامية حدث ولا حرج كل شي سبوا شتم وتطاول وفبركة للأخبار وتطاول على الأعراض وكذا وكل هذه الأمور في نهاية المطاف لن تحرك من المغرب شيء ولن تؤثر على الواقع شيء والصحراء المغربية وأنتم عمركم لا تحلموا بها وكامل بكم تحتراب وأنتم عمركم لا تحلموا شيء مثل الصحراء المغربية إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها وأنتم موتوا ولكن هذه الأرض ستبقى مغربية حتى نهاية هذا الزمان هذه الأرض ستبقى مغربية والمغربية ولكم العبرة بين قوسينا الصحفي الله البارح قال يكذبوا يخرط وكتطاول على الأعراض والصحراء الغربية والمغرب سيفة 400 جندي يقاتل في غزة ومعرشون من هذه الأمور في العالم الأخر ودع كثيرا وكثيرا وكثيرا وكررة وكثيرا المبلغية هي تعليقهم تحدثوا بالأشخاص معلقين وكثيرا وهم يطمقون وكثيرا 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 ومعرصهم وكثيرا لأنهم معلقين هذه الأشخاص ليس دولة مؤسسات إذن أين المفر؟ أين المفر؟ أنا بطبيعة الحال لا أريد أن نترحم على هذا المسخة الوالدة كان يصب و يشتم و يعاير و يكذب و يخلط و يفبرك و يتطاول على الأعراض و يدير و لا أعرف ماذا هو كامل وضعنا أمام حقيقة أخرى أننا لم تأخذنا الشفقة على أمثال هؤلاء و لم يكن أخذنا الشفقة على المصير الجزائرين اليوم و على المصير الجزائرين غدا والجزائرين اليوم هؤلاء حصلين مع الماء حصلين مع الماء يستهلون يستهلون لأننا كنا نقول لهم الله يهديكم رأيكم ماذا يديرون رأيكم في طريق الحلزة رأيكم ماذا يديرون رأيكم يصبونا و يعيرونا و ينقصوا بلادنا و كده و كده و كده الجزائرين كانوا ساكتين تشاهد فيهم و قالوا اللهم هذا منك رأيكم رأيكم على ذلك شيء؟ هؤلاء الآن يجعلونها غالية لا ماء لا ضو لا كهرباء لا زيت لا خبز لازمارك حق ما كين ويلو و ما زال أمور سوف تسوء أكثر فأكثر في قادمة الأيام وبقام قابلين الصحراء الغربية و معروف شنو له دراء الخارج و لكن في هذا الزن ضيق الذي هو لك خير و متال متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم